يا المؤمل جينا نسأل يمتى مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيدة وابدع الندب عراج يمتى يمتى تلفي يمتى سيد تروي المهاج مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر البشار مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر الندب فالقرآني ثقافة قرآني ولهذا عندنا دعاء اسم دعاء الندب هو مروع عن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فعلنا كيف ننجوبه الغائب يجب أن يندب يعقوب ندب غائبه يوسف عليه السلام زي أن يعقوب لما كان عند غائب وهو يوسف هذا الغائب كان موجود لو ما موجود كان موجود بس ما ظاهر ليعقوب تفاصيله ومكانه إلى آخره متى يظهر إمامكم من بعد ألف سنة ما مليتوا ما جزعتوا صار لكم كذا ألف سنة تنجوبونه قرآن الكريم هذا يعقوب كان يقول قرآن يقوله على لسان يعقوب يعقوب هكذا قيل له كافي يوسف راح يوسف مات يوسف أكله الذئب يوسف صار لك أربعين سنة يوسف كفا ما أنا لصبرك أن ينتهي يا يعقوب كفا كان يقولهم إنه لا يأس من روح الله إلا إلى آخره يعني إلى آخر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هذه ندبة ندبة فيها رقة عجيبة رقة مبكية لرثائي أو ندبة الغائب الحي الموجود الغائب الحاضر الغائب غير الظاهر بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم يعترضون عليه كما يعترض علينا الآن أصحاب التكفير والتفخيخ أنه كفا تكتبون قصائدا في المهدي تندبونه ندبة فن الندبة تندبونه دعاء ندبة تندبونه تنادونه أقبل يا ابن الحسن إلى ما تتصبر بانتظارك أيها المحيش شريعة فنهض فما أبقى التحمل غير إشلاء جزوعة إلى يبن الوصي المرتضان لا حسامك ينتظى إلى غير ذلك كفا هكذا كان يقال ليعقوب النبي على غائبه فكان هكذا يجيبهم ولهذا نحن نجيب هؤلاء بنفس الطريقة وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ولهذا أحد يدخل على الإمام الصادق يقول شفت الإمام جالس جلسة التكلا وهو يقول سيدي إن غيبتك نفت رقادي يخاطب الإمام المهدي هذه نذبة الغائب اليعقوبية إذا جاز التعبير اللي وثقها القرآن وتولى عنه يعطيهم ظهره حين يعترضون عليه ويستهزئون به وهكذا نفعل نحن مع أصحاب التفخيخ والتفجير والتكفير وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لندبة غائبه الحي الموجود الحاضر الغائب أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أيضا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه لا تيأسون تحسسوا من يوسف وهذا درس الله أكبر هذه معرفة وفتح قرآن للغائب علينا أن نتحسس غائبنا نتحسس أفراحه وأتراحه آلامه وجروحه ما الذي يفرحه ما الذي يحزنه نواسيه بآلام أجداده الطاهرين خصوصا للحسين وآل الحسين الزهراء وجروح الزهراء علينا أن نتحسس ذلك موسيقى احبك تستغي دو قلبها لك عن جوا يسكر صدوها أين ينذري حسول قرار رحل العيدة أين الذري حسول قرار ما تتساق بانتظارك أيها المحي فانهض فما أبقى التحام مول غيره أحشاء من بعد ولادة موسى عليه السلام الأجواء اللي أحاطت بولادة موسى وما بعد ولادة موسى كانت أجواء غيبة مو ظهور أجواء عالم الغيبة والخفاء والسرية مو الظهور والعلن وإلى آخر بدليل بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى شوف هاي الآيات كلها تحمل طابع السرية والخفاء والغيبة والاستتار وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه أكو خوف على هذا الوليد هناك من يريد قتله وهكذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف ولهذا في الروايات الشريفة لما ولد الإمام المهدي جاءت مجموعة من الملائكة أخذت الإمام فخافت عليه نرجس وأصبح فؤادها فارغة كأم موسى الإمام عليه السلام قالها الله سيرجعه إليك كما الله جل وعلا بشر أم موسى بذلك كما سأتلو الآن هذه الآية القرآن يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فإذا خفت شوفوا فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كلها أجواء غيبة واستتار وخفية وإلى آخر وهذا ما حصل أيضا مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الغيبة اللي حكمت ولادة موسى حكمت ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف خصوصا وأن الإمام المهدي ولد في حامية عسكرية وهي سر مرأة كان بها ترسانة سلاح يكفي لـ 43 دولة من دول اليوم الأمة الإسلامية اللي كان يحكمها طواغيت بن العباس في ذلك الوقت لما قسمت في تقسيم اليوم كدول هي عبارة عن 43 دولة ترسانة سلاحة سر مرأة مدينة عسكرية حامية عسكرية مركز تدريب ترسانة سلاح ولد الإمام في أجواء كهذه والكل يبحث عنه بدأوا يبحثون عنه في زمن الجواد فما بالك في فيما بعد ذلك يعني في زمن ولادته وما بعد ولادته وشهادة والدي وهو الثاني عشر اللي أخبر به رسول الله اثنى عشر كما في البخاري ومسلم ثم يقول القرآن هكذا شوف الغيبة استمرت من ما قبل ولادة موسى إلى ولادة موسى إلى ما بعد ولادة موسى موسى كان غائبا سواء كان في حمله أو بعد حمله كان غائبا مع أنه موجود وهكذا إمام زماننا غائب لكنه موجود هذه الغيبة في القرآن هذا معنى الغيبة في القرآن مفهوم الغيبة في القرآن هذا الذي لا يفهمه لا يفهمه أصحاب التكفير في عصرنا الحاضر أصحاب مواقع التكفير وفضائيات التكفير الذين يهرجون على غيبة الإمام المبي أخرجوا إمامكم ما فائدة وجوده فما فائدة وجود موسى مع غيبته كحمل ما بعد الحمل إلى آخره القرآن يقول وأصبح فؤاد أم موسى وفارغا إن كادت لتبدي به لتبدي به يعني لتظهره لتظهره يعني هو غائب من قد ما خافت عليه رادت تظهره تظهر هويته يعني الغائبة هاي سميها غيبة الهوية وهذه أيضا موجودة مع الإمام المهدي عبد الله تعالى فرشه ولهذا آل البيت في مدة من الزمان حرموا تلفظ اسم الإمام المهدي ولعنوا ذلك ولعنوا من يتلفظ اسم الإمام في ذلك الوقت تقية خوفا على الإمام عدم إظهار هويته سلام الله عليه هذا معنى قرآنها وإن كادت كمان أن أقرأ أو إن كادت لتبدي به أهل البيت مرهد أو الشيعة يبدون هوية الإمام سلام الله عليه طبعا إن كادت لتبدي به لم يقل لتأتي به لا لا تبدي به يعني تظهر هويته الغائبة إذن موسى كان في حالة غيبة في الولادة وما بعد الولادة كان يعيش الغيبة والاستطار والخفاء والسرية مو الظهور والعلن وإلى غير ذلك من المفردات وهكذا الإمام تماما تكرر معه ما حدث مع موسى عليه السلام وإذا ليس كاد في الموضوع نجح لما أخذته زوجة فرعون قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداه إذن هو هذا المولود الغائب الموجود الغائب هذا المولود الموجود الغائب كان بين أيديهم بين يدي فرعون اللي كان يبحث عنه في بطون الحوامل وبين يدي زوجة فرعون ولكنهم لا يعرفون هويته وفرعون كان ما يعرف هويته فرعون كان يبحث عنه في بطون النساء وهو بين يديه ولا يعرفه أخوه الدليل على أنه كان غائب لو كان يعرفه لقتله هو يقتل النساء وأجنة النساء من أجل قطع الطريق أمام موسى للحياة حتى لا يأخذ منه عرشه أخذ موسى موسى كان بالنسبة لها ظاهرا كانت تعرفه لكن لفرعون كان غائبا فهو غائب لأكثر الناس وظاهر لخواص الخواص طبعا مو هؤلاء الآن الذين يدعون هناك بعض الناس الآن يدعون أشكال الادعاءات ويضحكون على ذقون شبابنا هذا يقعد مع الإمام وذاك يشربوا إلى الإمام لا لا مو هاي الطريقة كبار علمائنا وفحول علمائنا وأتقياع علمائنا وأساطين علمائنا يلتقون بالإمام سلام الله عليه ويستفيدون منه كثيرا من الأمور وينصحهم ويسددهم بأبيه وأمه الإمام ظاهر على الأكثرية أو غائب على الأكثرية لكن مو بالضرورة أنه غائب عن الجميع كالغائب موسى كان غائبا على الأكثرية لكنه ظاهرا لبعض الناس أو ظاهرا لبعض الناس هذه حقيقة قرآنية عجيبة واقعا نستفيدها في معرفة غيبة الغائب على الجميع أو على الأكثرية مع وجوده مع الجميع هو كوجود الكل مع الكل وموجود ولكن ظاهر للكل أو لا لهذا قلنا غيبته في مقابل الظهور وليست الحروب هذه معارف تقيلها أيضا حتى بعد ما كبر موسى كان غائبا بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها كان يذهب ويرجع يخرج يرجع يذهب إلى آخره كل تصرفات كانت بخفاء وغفلة وسرية وغيبة ما كان الظاهر وهكذا إمام زماننا يدخل للمدينة ويخرج من المدينة ويذهب ويأتي لكن على حين غفلة بسرية هذا غائب لكنه موجود أقول يذهب ويرجع يأتي إلى آخره لكن على حين غفلة هذا معنى الغيبة مو عدم الوجود هذا معنى الغيبة الصحيح ودخل المدينة إذن موجود يدخل ويخرج لكن على حين غفلة من أهلها سرية وخفاء تحكم كل تحركاته وهكذا إمام زماننا إذن قطع ما فائدة وجوده وموجود ويذهب ويأتي كما يعبر القرآن الكريم شون ما فائدة وجوده خلو ما فائدة وجوده موسى مع أنه غائب على حين غفلة خلو ليش ما يصرف بالعلن ويقتل آية أخرى فأصبح في المدينة خائفا يعني مو دخول بسرية وغيبة وعدم ظهور ولا خروج فقط وإنما حتى وجوده في المدينة كان وجود الغائب المستتر وجود الخفاء الغائب الخائف المترقب إلى آخره شوفوا دخل المدينة على حين غفلة خرج منها خائفا يترقب أما داخل المدينة فأصبح في المدينة خائفا يترقب تشابه بنسبة مئة بالمئة خلالي أشي هكذا يتصرف شو تقول لي بموسى أقول لك بالإمام المهدي شنو الحكمة شنو الحكمة هناك نفس الحكمة هناك تقول لي رواية ضعيفة هذه آيات القرآنية شو تقول لي إذا ذيك مدعاة للسخرية هذه الغيبة هذه الغيبة هم مدعاة للسخرية شو تقول لي جيد ثم هاجر إلى شعيب وغاب عن قومه هناك عشر سنين هذه غيبهم حسن مثل ما غيبة هوية وغيبة حمله هذه غيبة جسدية وهوية وراح يمشي عبق عشر سنين وغاب عن قومه عن بني إسرائيل وآل فرعون وإلى آخره ثم رجع إلى قومه وغاب عنهم أربعين ليلة ذهب إلى ميقات ربي وهذه أيضا غيبة ذيك غيبة وهذه غيبة ذيك غيبة كبرى عشر سنين هذه غيبة صغرى أربعين ليلة وين الإشكالة للموضوع هذه تحركات موسى هذا موسى الغائب عليه السلام أين باب الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبو المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفوات وناشروا راية الهده أين مؤلقوا شمل الصلاة والرضاة أين طالقوا بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء وهكذا غيبة النبي عيسى عليه السلام وشبه غيبة الإمام المهدي بغيبة عيسى العيسى عليه السلام الآن موجود لكنه غائب رفعه الله إلى السماء لكنه غائب موجود لو ما موجود غيبة عيسى في السماء غيبة الإمام المهدي في الأرض هذا هو الفارق بين الغيبتين لكن يجمعهما أنهما من أصحاب الغيبة عيسى غائب الإمام المهدي غائب غيبة عيسى في السماء وغيبة الإمام في الأرض عجل الله تعالى فرجه الشريف الله جل وعلا حفظ عيسى رائع محطة ثانية في غيبة عيسى كل هذه المدة وكم أرادوا قتله ولم ينجحوا أقصد كم أراد قتله يعني اليهود ولم ينجحوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وهكذا الإمام المهدي غائب كل هذه المدة وكل مش كثر أرادوا قتله اليهود و أعداء آل البيت مما يدعون الإسلام وغير ذلك الآن استخبارات العالمية كلها تبحث عن الإمام المهدي كظاهرة يخافونها ويخشون منها ولكن الآن لم ينجحوا في إظهار الإمام سلام الله عليه وإظهار هويته إذن عيسى أيضا غائب الخضر غائب يوسف غائب موسى غائب والإمام المهدي غائب عجل الله تعالى فرجه الشريف وين الإشكال في الموضوع الله حفظ عيسى من القتل بعد أن تقمص شكله أحد الذين وشوا بعيسى وكان من حواري عيسى وشى بعيسى الله ألقى عقوبة له ألقى شكل عيسى عليه السلام عليه فصلبه اليهود وتصوروا أنهم قتلوا عيسى واللي صلبوه رأوه عيسى باعتبار الله ألقى بشكل عيسى على هذا اللي وشى به فهم تصوروا وهم رأوه عيسى باعتبار الله ألقى شكل عيسى عليه ووجه عيسى عليه وملامح وجه عيسى عليه فهم رأوه عيسى رأوه رأي العين عيسى فهم كيقين باعتبار الحسيات من اليقينيات كما يقال رأوه بالعين المجرد أنه عيسى باعتبار رأوه شكله عيسى وصلبوه لكن القرآن الكريم يقول هم رأوه بأعينهم مع أن الحسيات من يقينيات لكن إذا تعارضت الحسيات مع الوحي الإلهي الحسيات تكون ظنا وإن كانت من اليقينيات لكن تكون ظنا أمام يقين الوحي الإلهي ولهذا هم وإن رأوا عيسى مصلوب باعتبار شبيهه ألقي عليه الشبه ولكن الوحي أخبرهم بأنه هذا مو عيسى شبه له عيسى رفع الله إلى السماء فأصبح يقينهم برؤية عيسى ظنا في مقابل وحي السماء ولهذا هكذا يقول القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى أن يقول ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا مع أنهم رأوه بأعينهم عيسى لكن بما أن الوحي أخبرهم بأنه ليس عيسى فأصبح يقينهم كحس أمام وحي السماء شنو ظن ووحي السماء هو اليقين الحقيقي هكذا في الإمام المهدي وإن كان لم نره بأعيننا ولكن وحي السماء كقرآن كرسول الله كأئمة كأحاديث كصحابة قالوا المهدي عليه السلام موجود غائب وحي السماء أمام أعيننا هو اليقين وأعيننا تكون شك أمام وحي السماء اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكحال ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا هناك غيبات لأنبياء أخرى مثلا إبراهيم كان عنده غيبة نسبية لما هاجر بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فعندما يستعصي إنقاذ المجتمع المنقذ بإمكان أن يعتزل هذا المجتمع لفترة من الزمن كما فعل إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى أن يجي اليوم اللي أقدر أهديكم بي أعتزلكم أغيب عنكم هكذا إمام زماني ليش غاب لهذا السبب المجتمع لما يستعصي على الهادي هدايته على الهادي المجعول من قبل الله كما بينا في أول حلقات هدايته بإمكانه أن يعتزلهم لفترة من الزمن لعل مرور الزمن يغير من أنفسهم ويقبلون الهداية فييرجع إليهم ويظهر لهم من بعد غيبته ويهديهم يونس وغيبة يونس وهجرة يونس سواء كان ترك لقومة أو غيبته في بطن الحوت كغيبة يوسف في غيابة الجب وفي غياهب السجن رسول الله وهجرته وغيبته صلى الله عليه وآله عن مكة وغيبته في غال حراء وما شاكل ذلك علي عليه السلام وهجرته وتركه للمدينة وغيابه عن المدينة في خلافته لما سلم الخلافة ونقلها إلى الكوفة الحسين عليه السلام وتركه لمكة بعدها تبقى أكو معلومة أريد أقولها جدا مهمة إخواني وأخوات المؤمنات لا مانع من طول المدة لإقامة المشروع الإلهي حتى وإن أخذت وقتا طويلة يعني الإمام المهدي صار لألف كذا لا مانع من ذلك لا مانع من طول المدة لإقامة العدل وإقامة حكم الإسلام حكم الله تعالى في الأرض فنوح مثال قرآني كشاهد قرآني نوح من بعد عشرة قرون يعني ألف سنة من التبليغ الدائم ليلا ونهارا كما هو عبر أنه مضمون الآية أنه دعوتهم ليلا ونهارا من بعد ألف سنة أثمرت أثمرت دعوة نوح وزرع نوح عليه السلام من بعد ألف سنة فليكن الأمر مع الإمام المهدي وين رشكال في الموضوع نوح من بعد ألف سنة أثمر زرعه وأثمرت دعوته ألف سنة وهكذا الإمام عليه السلام بعد ألف سنة ألفين سنة ألفون السنة وهكذا طبعا بقية الأنبياء مو فقط النبي نوح عليه السلام هكذا بقية الأنبياء عليه السلام بقية الأنبياء مو بهذه السهولة جاءوا بالناس إلى دين الله تبارك وتعالى بصعوبة عذبوا قتلوا أهينوا استهزئ بهم اتهموا اتهموا بالجنون اتهموا بأمور هم أبعد ما يكونون عنها شعراء كهنم جنون غير ذلك أصحاب سيحر غير ذلك غير ذلك غير ذلك ومع ذلك بقوا يجارون أقوامهم ويكونون مع أقوامهم حتى جاءوا ببعضهم في نهاية المطاف ومن بعد مدة طويلة إلى الصراط المستقيم إلى الطريق القويم وهكذا فليكن مع الإمام المهدي عليه السلام خصوصا إذا كان الناس من أصحاب العناد واللجاج والجهل كما هو الحال في زماننا مع الأسف بنفسي أنت من مغيب لن يخلو منا بنفسي أنت من نازح علما نزح علما بنفسي أنت أمنية مشائب يتمنى من مؤمنين ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عبيد عث لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسامى أحبابنا أيها المسلمون يا أهل لا إله إلا الله تفهموا هذه الحقائق جزاكم الله خيرا الخضر كان موجودا ولكنه كان غائبا حتى عن موسى النبي فضلا عن عوام من الناس فما فائدة وجوده وما حكمة وجوده وهو غائب بهذه الطريق وهو جالس في مجمع البحرين أكو صخرة عند مجمع البحرين هناك في تلك شكو عدة شنو فائدة ما حكمة وجوده مع حالة الغيبة هذه التي تحكمه وتحكم حتى من يلتقي به ولهذا اللقاء كان مشفر ملغز مطلسا بين موسى وبين الخضر ولم يخبر موسى حتى وصيه بذلك لشدة السرية في الموضوع الله تبارك وتعالى قال للموسى قال تروح عند مجمع البحرين تجد هناك صخرة عليها شخص مستلق على ظهره وقد وضع غطاء على جسده وعلامة أخرى هي علامة سلال الحوت هناك ستلتقي بعبد صالح أو عالم بعبد صالح عالم آتينا فوجد عبدا فوجد موسى وفتاه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كما يعبر القرآن الكريم هذا سرية كانت تحكم اللقاء وحتى علامات اللقاء سرية كاملة غيبة كاملة خفاء كامل وين الإشكال في الموضوع القرآن الكريم هكذا يقول فوجد عبدا من عبادنا فهو عبد يعني موسى وفتاه وجد وكشف وظهر لهما عبد غائب من عباد من مجموعة عباد غائبين ما كشفهم موسى حتى أمت موسى ظهر له واحد منهم أما بقية العباد العلماء الغائبين ما كشفهم موسى ولم يظهروا لموسى بأمر الله تعالى وما ظهر من هؤلاء شخص واحد اسمه الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا يعني من منظومة عباد سريين هؤلاء يديرون شؤون الكون التكويني بخفاء وسرية وهم عبارة عن استخبارات إلهية أنا وعدتكم في الحلقات الماضية أن الغيبة مو كما يصور أصحاب التفخيخ والتكفير والتفجير أنها عائق شنفائدت بالعكس الغيبة والسرية والخفاء تعطي للغائب مساحة أوسع للتحرك والعمل أكثر من الظهور والعلن لكن هؤلاء لا يفهمون هذا الآن أسأل سؤال الآن الاستخبارات في كل دول العالم موجودة أو غير موجودة الجواب موجودة ظاهرة أو غائبة استخبارات الدول الآن في كل دول العالم الجواب غائبة جيد لما تعمل في غيبتها يكون عملها أكبر وأكثر ويحقق نجاحات أكبر وأبهر أو في حالة ظهورها الاستخبارات إذا ظهرت فشلت ولهذا مجرد أن ينكشف واحد منهم يضيعوا أو يقتلوا أو إلى آخر الاستخبارات يجب أن تكون سرية وكلما كانت سرية أكثر كلما كان عملها أكبر وأقوى ونجاح يكون أبهر أجواء اللقاء أيضا كانت مشفرة سرية قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى هذا الخضر يقول العبد العالم يقول الموسى لألا ينكشف القناع أمام الناس طبعا وهكذا كان الأمر كله في غيبة واستتار وخفاء واسلك بمحجته وأنفذ أمره واشدوك أزره وعمر اللهم ما به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والباحر بما كسبت أيدي الناس يا المؤمل جينا نسأل يمتى مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيد وابدع الندب عراج يمتى يمتى تلفي يمتى سيد تروي المهاج ما الصبرنا وانكسار يمتى تظهر البشار ما الصبرنا وانكسار يمتى تظهر